أقام فريق عطاء التطوعي فعالية كنوز الدنيا بمناسبة عيد الأمة تحت رعاية سفيرة النوية الحسنة وبالتعاون وإشراف إدارة الدار ومحافظة دمشق عاملين هاي الفعالية بس مشان طبعا أكيد مناسبة عيد الأم كل عام وهكي كل الأم عظيمة بألف خير حبينا نكون احنا مع امهات كبار بالسن اللي فيهم لهم لمسة حنان وعطاء حبينا نحنا نكون معا ونشاركهم نحنا بهذا اليوم الجميل والرائع نشاركهم بفرحة يمكن هي كانت ناقصتهم ونحن اليوم بأمس الحاجة لأي فرحة لأي مناسبة نحن نكون مع بعضنا حبينا نحن اليوم نشاركهم بمسيرة بفطور بجمعة حلوة بمطوعين يقدروا يقدموا شي ولا ونشاط ويقدم لهم هاي الفرحة نحن دائما في احتفالات بتكون كرسة بعيد الأم لنزلاء الدار وأمهات الدار اللي طبعا منأكد من خلال نحن عطاءنا اليومي لأمهاتنا لكن بنخصص بهاليوم بهذا الزات تحديدا هو عبارة عن قيام بمجموعة من النشاطات والفعاليات تحتنا نردلهم شيء من الجميل اللي هني طبعا آموا فيه سواء بحضور أولادهم أو نحن بالأصل نحن نعتبر حلنا أولاد لألهم نحن نحاول قدر الإمكان نرسم الابتسامي حبينا نساهم أمهاتنا بهالمناسبة هاي بفتاحية نحن شركتنا الجديدة مؤسسة العطاء يوم بهالفعالية الفعالية بدأت بمسير من مقر الدار إلى منطقة الشام القديمة حيث تضمنت من الأنشطة غناء طربي وحكواتي ومشاركة المسنين الفطور ومن ثم العودة للدار فعالية هي بمناسبة عيد الأم نحن نفتقر لدور بس فيها يكون أمهات عجزة أو أيتان ما عندهم أولاد فنحن استهدفنا دار الكرامة اللي هو المحافظة استهدفنا لنفرحهم لنحسسهم يطلعوا عن الروتين كان عبارة عن مسير ونحن هلا بالمطعم موناليزا نحن يكون في فطور رح يكون في برنامج من أغاني وألعاب وحكواتي فنحن حبينا بس نكسر الروتين ونطلع عنه بمناسبة عيد الأم هاللي إله أم الله يخلي له إياها ولي ما له أم الله يرحمها هاي مناسبة طيبة مشاركة الحب والتكريم والاعتراف بالجميلة هي رسالة هذه الفعالية في عيد الأم